فوائد عشبة الماكة للماكة العديد من الفوائد ثبتت علمياً وتشمل فوائد دولماكة المحتملة ما يلي تخفيف الضعف الجنسي يمكن أن تساعد جذور الماكة على تخفيف ضعف الانتصاب وقد أشارت إحدى الدرسات إلى أن الرجال المشاركين في الدراسة تحسنت لديه النم الصحة الجنسية والصحة العامة بعد استهلاك 2.4 غرام من جذور عشبة الماكة يومياً زيادة الرغبة الجنسية تعد زيادة الرغبة الجنسية الفائدة الأكثر شهرةً للماكة ويوجد بعض الأدلة العلمية التي تدعم فوائد الماكة في تحسين الرغبة الجنسية تقليل تضخم البروستاتا يعد تضخم البروستاتا الحميد أمر شائع لدى الرجال وعادة ما تتطور هذه الحالة نتيجة للتقدم في السن وقد أشارت بعض الدرسات التي أجريت على القوارض إلى فوائد الماكة الحمراء في تقليلة ضخم البروستات نتيجة للنسبة المرتفعة من لجلوكوز نولت بها وترتبط هذا لمواد أيضاً بتخفيض خطر الإصابة بسرطان البروستات زيادة الخصوبة تستخدم الماكة بشكل واسع خاصة لدى الرجال لزيادة الخصوبة وقد وجدت بعض المراجعات أدلة بأن جذر الماكة يزيد من جودة السائل المنوي لدى الرجال الذين يعانون من العقم ولكن لا تزال هناك حاجة للمزيد من الأبحاث حول هذا هالفائدة للماكة محاربة للجذور الحرة تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عشبة الماكة مثل الجلوتاثيون على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تدمر خلايا الجسم مما يمكن أن يساعد على منع تطور بعض الحالات الصحية مثل السرطان وأمراض القلب تحسين المزاد وجدت دراسة أن الماكة يمكن أن تقلل من الاكتئاب والقلق بسبب احتوائها على هالفلفون ويدا الذي يحسن المزاد ويقلل القلق زيادة الطاقة والقدرة على التحمل تستخدم جذور الماكة لزيادة الطاقة وتحسين الأداء من قبل الرياضيين وتوجد بعض الأدلة التي تدعم هذه الفائدة للماكة تحسين التعلم والذاكرة يمكن أن تساعد عشبة الماكة على تحسين الذاكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة ويبدو أن الماكة السوداء أفضل في تحسين الذاكرة من غيرها ولكن لا توجد أدلة علمية كافية حول هذا الفائدة للماكة لدى البشر خفض ضغط الدم وجدت دراسة أن استهلاك 3.3 غرام من الماكة يوميا لمدة 12 أسبوع يخفض ضغط الدم تقليل أضرار أشعة الشمس وجدت دراسات أجريت على نماذج حيوانية أن الماكة يمكن أن تساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس وقد تساعد في منع تكون خلايا حروق الشمس ترجمة نانسي قنقر